في إطار زيارته إلى المغرب عقد رئيس التجمع من أجل مالي إبراهيم بوباكر كيطا مباحثات مع الكاتب الأول الاتحاد للشراك للقوات الشعبية إدريس لشغر رفقة أعضاء آخرين من المكتب السياسي للحزب وخلال اللقاء عبر الجانبان عن رغبتهما تهسيس العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بينهما مالي تتسجل بكل فخر أن ما عاشته من محنة محنة للتقسيم شمالها عن جنوبها في المرحلة الأخيرة تسجل لبلادنا موقفها التابت من الوحدة الترابية لمالي الموقف التابت سواء المغرب الرسمي أو المغرب الشعبي أو الحزبي الذي كان كله مساند للوحدة الترابية المالي نحن حريصين مع الضيف دين الكبير أن نؤسس لعلاقات تنائية قوية بين حزبينا رئيس التجمع من أجل مالي أثناء خلال اللقاء عن موقف المغرب الداعم لوحدة مالي خلال الأزمة التي اجتزتها البلاد مؤخرا كانت القوافل المغربية الأولى التي وصلت إلى الأراضي المالية خلال الأزمة التي اجتزتها البلاد وفي مثل هذه الأوقات المؤلمة فقط يحس المرء بالحياة اللاخوية ويعد إبراهيم بوباكر كيتا من المرشحين الأوفر حضا لرئاسة البلاد في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مالي في الثامن والعشرين من يوليوز الجاري ترجمة نانسي قنقر